أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم عاوز أصلي من أجل الأسر المتفككة طبعا أكيد في أسباب وظروف لكل أنواع المشاكل الأسرية بس على ما يبدو في هذه الأيام في ظروف الوباء الكورونا عم تتزايد الأعداد وعم تتزايد المشاكل المحبة عم بتبرد والعلاقة عم بتفتر وابتدأت يعني الأسر تتفكك وأكثر شيء اللي بيتضرر فيها الأولاد وبتستغرب معي أنه واحدة من الأشياء الأكثر شيء في هذه الأيام عم بصلي من أجل العائلات اللي بنتواصل معهم سواء مشاكل الطلاق سواء الانفصال سواء المشاكل بين الزوج والزوجة بين الأولاد التمرد العسيان واضح في ضربة على الأسرة الأسرة طبعا اللي خلق فكرة الأسرة هو الله يعني الله هو المهندز هو اللي برمج فكرة الأسرة أنه زوج وزوجة يتحدان بالزواج المقدس والعهد المقدس ويكونوا أسرة أسرة ناجحة سليمة بتخاف الرب وبتطرعرع بالمحبة وبتنشر نور الرب في حياتهم لكن اليوم في كل أنواع التحديات والمشاكل مش بس برودة في المحبة برودة في الرؤية برودة في العلاقات تمرد في الأولاد البنات وبتسمع الصراخ من كل مكان بالحقيقة في شيء مهم لازم ندركه أنه في حرب شرسة حرب شعواء شنهى الشيطان على الأسرة المسيحية وعلى فكرة أنا بكرة اللي هو بكون حزيران 2 حزيران يوم الأربعة البث المباشر على القناة الفضائية قناة الحياة والفيسبوك رح أتكلم عن موضوع لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي بس واضح أنه في ضربة شيطانية بشكل عام على الأسر في هذه الأيام بتجعلها محطمة بلا رجاء بلا أمل وبتفقد كل شيء وبتستسلم لضربة وراء ضربة وكل ما بدي يرتاح بتيجي ضربة تانية ضربة مادية ضربة أسرية وبيبتدي يعني إحساس عدم الأمان والخوف وبتتطور في العلاقات بيصير واحد يشتكي على التاني واحد يلوم التاني والحقيقة إنه هو الشيطان اللي اللي عم بضرب في هذه الأمور في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 في آية 8 مكتوب اصحوا واصهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان علمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم طبعا إله كل نعم بيعطينا القوة والصبر والاحتمال وهون بيتكلم عن الاضطهاد اللي بتمر في طبعا شعب الرب ولكن من ناحية تانية هو بفعلا بنشوف في ضربة على الأسرة بحاول يضرب الأسرة فاحنا بعلمنا الكتاب أنه نصحى وأنه نصهر وأنه نصلي حتى الرب يبطل مؤامرات العدو وأنه كل آلة صورة ضد المؤمن لا تنجح في اسم الرب يسوع المسيح وكل مؤامرة شريرة وكل شيء بالخفاء سواء أعمال صحرية أو أي أعمال أخرى تبطل بفاعلية دم الرب يسوع المسيح الشيطان اليوم عم بصوب سهام فاحنا الكتاب علمنا أنه نتسلح بسلاح الروح حتى نطفق جميع سهام الشرير الملتهبة ومن ناحية تانية الرب علمنا أنه نصحى ونصهر حتى نستفيق كما يقول الكتاب من فخ إبليس إذ اقتنسهم لإرادته بتشوف أن الأمور كلها عم بتتغير الحرية الزايدة بشوفوا الشر خير والخير شر وكل المعايير وكل المقيس عم تتقلب في البيوت وعم بنتقلم البيوت بسبب هذا الوضع ويكفي نقول أنه الكنيس مش مفتوحة حتى ترعى الناس وتهتم بإحتياجات كمان الشباب والشابات والأطفال أنه ينموا ويتغزوا على كلمة الله فرويدا رويدا عارف زي الفخ اللي بيكمش في الإنسان اللي بيقتنس الإدان لحتى ما تستسلم الإرادة في هذا الموضوع لكن نحتاج أنه نحرر باسم الرب يسوع المسيح ألم يقل يسوع يخرجون الشياطين باسمه أي في اسم الرب يسوع المسيح فإذا من ناحية يعني هي العملة ذات الوجهان من ناحية لازم نقاوم إبليس نفهم حيال إبليس الحية المحتوية القديمة اللي بتقتنس إرادة الناس واللي بتدمر البيوت فإحنا حتى نطفئ سهام إبليس نستخدم سلطان الكلمة مكتوب كما قال يسوع نستخدم سلطان اسم الرب يسوع أنا آمرك باسم الرب يسوع كما قال الرسول بولوس للروح الشرير أن تخرج منها الرب أعطى هذا السلطان لكن محتاجين هذه الحماية وهذا الغطاء بدم الرب يسوع المسيح فالوجه الأول محتاجين نقاوم الشيطان ونعلن نصرة المسيح على بيوتنا وحياتنا بس الذات الآخر والوجه الآخر من ذات العملة هو أن نطلق البركة على أولادنا وعلى بناتنا وعلى بيوتنا اطلق البركة على بيتك كما قال يسوع في القديم أما أنا وبيتي فنعبد الرب نقتبس الآية آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك بيتكلم عن أنه كلمتي وروحي وعهدي اللي فيك يكون في أولادك وفي نسلك ونسل نسلك إلى الأبد جميع بنيك التلاميذ نستخدم وعود الله للحماية والحفاظ بس أنا تعلمت من ناحية أنه فعلا تمسك سيف الروح كلمة الله وتصلي بالروح ضد كل الأرواح الشر اللي بتحاول تضرب الأسرة وبتفككها ومن ناحية أخرى نطلق البركة في قوة في البركة باركه ولا تلعنه قوة البركة اللي بتحفظ واللي بتحميه واللي فعلا يعني بتكسر حواجز وبتكسر قيود وبتبتدي أنهار الله تتدفق على حياة بيوتنا أنا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع تعويض إلهي عن كل السنين اللي أكلها الجراد السنين العناق والتعب والحزن والكآبة السنين الفشل السنين الهزيمة والإحساس بالخزي والعار يارب تحولها لسنين خير وبركة وسنين فرج تعويض مادة تعويض مالة تعويض في الأسرة في أولادنا وفي بناتنا يكونوا فعلا كلميذة إليك منصلي نهضة على بيوتنا على حياتنا انتعاش في حياتنا الروحية أعطينا نكون نور وملح وشهادة للعالم من حولنا وبصلي في اسم الرب يسوع كل آلة صورة ضدك اليوم لا تنجح يا رب الأسر اللي على وشك الانهيار تعال يا رب اخلق قلب لحمي اخلق قلب جديد في اسم الرب يسوع بصلي اليوم يا رب تسترد الاعتبار والكرامة وبصلي يا رب البيوت فعلا ترجع وتتوجك وتكون الرب والسيدة على كل بيت وعلى كل نفس وعلى كل حياة أحبائي أي شيء بيبتدي بالتوب الحقيقية صلي قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ وتضع ثقتك وتتوج يسوع رب مش بس على حياتك قل له يا رب انت سيد رب على بيتي على زواجي على أولادي على بناتي على أحفادي تحطهم كلهم في بركة الرب وتصليها بالإيمان وطبعا الغفران مهم جدا قوة الغفران لا تستهين بيها اغفروا بعضكم لبعض صلوا بعضكم لبعض لكي تشفى أنا بصلي في اسم الرب يسوع اليوم الشفاء للأسرة ورجوع يا رب الأسر المتفككة تكون كما قلت إن هاي هي إرادتك إن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان يا رب بصلي إنك تزيل القشور والعمى الروحي وبصلي يا رب تعطينا استنارة في الذهن وعطينا نشوف بالعين الروحيين وخطتك أكبر وأعظم لحياتنا لبيوتنا لأولادنا من إنه نغوص في وحل الخطيئة ونسلك ونعيش في الظلمة حررنا من الظلمة اكسر القيود فك الأسرة حرر الأسر واستردهم واسترجعهم يا رب في علاقة حلوة وشاركة مجيدة ووثيقة مع ملك الملوك ورب الأرباب إذا محتاج صلاة إذا محتاج لمساعدة روحية من فضلك لا تتردد اكتب على الصفحة حتى نصلي وفوت على الخاص وإذا محتاج تسلم حياتك للمسيح كمان خبرنا عاوزين نصلي وإذا أنت في ورطة في أزمة عاوزين نصلي إنه الرب يكسر القيود ويحل الأزمة وإنه الرب يعوضك ويسترد كل مسلوب في حياتك في اسم الرب يسوع ولا تنسى أنك تشاهد بكرة الحلقة البث المباشر موضوع لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي شارك هذا الفيديو والرب يكون معك ويبركات